اشتركوا في القناة من يتساءل عن الحوراء زينب وتكليفها في عاشراء في كربلاء طبعا لا شك أن كربلاء من ألفها إلى يائها عبارة عن تكاليف وأنها أمر مخطط له من قبل السماء ولم تكن حدثا عابرا وإنما هي حدث كوني سماوي رسالي قد أخبر به الأنبياء والمرسلون وقد أخبرت بها السماء وكانت الملائكة تتهبط على رسول الله صلى الله عليه وآله ويهدون إليه من التربة الحمراء التي يقتل عليها الحسين عليه السلام وأن الملائكة يتهدون تربته فيما بينهم فهذه القضية قضية مرسومة وقضية معلومة وهي تكليف من التكاليف الذي ألقي على عاتق المولى أبي عبد الله الحسين كما أنها أيضا تكليف على كل من حضر مع المولى أبي عبد الله الحسين إن كانوا رجالا وإن كانوا نساء إن كانوا صغارا وإن كانوا كبارا أنا أعتقد أن كل شخص إلى جانب المولى أبي عبد الله الحسين كان يتعلق به تكليف حتى بالنسبة إلى عبد الله الرضيع وهذا لعله بحث أو كلام له مجاله لم تأتي الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها رغم أنفها ولا أن يد القضاء والقدر ساقتها دون علمها ودون إرادتها بل أن الحوراء زينب جاءت بتمام إرادتها ورغبتها مع علمها بمآل الأمور مع أنها كانت قد سمعت أخاها أبا عبد الله الحسين يردد شاء الله أن يراهن سبايا في قضية طبعا قالها سيد الشهداء يروى أنه لما عزم على المسير جاءه أخوه محمد بن الحنفية وقد قال له أبا عبد الله لقد وعدتني أن تنظر فيما سألتك قال نعم قال فما حداك أن تسافر على هذه العجالة فقال سيد الشهداء يا محمد لقد جاءني بعد ذهابك جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرني بقائلا شاء الله أن يراك قتيلة فقال محمد بن الحنفية إنا لله وإنا إليه راجعون قال فما حداك أن تحمل معك عيالك وأنت تخرج على مثل هذا الحال فقال أيضا سيد الشهداء قال لي جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاء الله أن يراهن سبايا ثم ودع أخاه محمدا ومضى في مسيره صلوات الله وسلامه على على مسمع من الحوراء زينب وكذلك الحوراء زينب سألت أباها أمير المؤمنين في ليلة إحدى وعشرين عن يوم عاشورا وأنها سمعت حديث كربلاء من أمها أنا أقول أن هذه رواية من أمها البعض يقول من أم أيمن لكن الأصح أن الحوراء زينب سمعت حديث كربلاء من أمها حيث أن الملائكة كانت تحدثها السيدة الزهراء بما يجري على أولادها وعلى أهل بيتها وأن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرها بمصرع أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه على فكانت الحوراء زينب قد رغبت وقد اشتاقت أن ترافق أخاها أبا عبد الله الحسين حتى قيل بأن خروجها إلى كربلاء كان شرطا على ابن عمها عبد الله بن جعفر في عقد زواجها فجاءت إلى كربلاء بتمام إرادتها وهي عالمة بما ستنتهي إليه الأمور وعالمة بنتائج الحال في يوم عاشورا بمعنى أنها وطنت نفسها على القبول والرضا والتسليم بحكم الله سبحانه وتعالى فهذا هو التكليف الذي ينبغي للإنسان المؤمن للإنسان الموحد أن يوطن نفسه على القبول والرضا بحكم الله مهما كان ومهما كلف الثمن لأن الدين قد يكون سمحا قد يكون هينا قد يكون لا حرج فيه لا مشقة فيه في بعض الأحيان وفي بعض التكاليف ولكن قد يكون شديدا وقد يكون هناك مصاعب ومتاعب في بعض التكاليف كالجهاد في سبيل الله الذي قال عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إن الجهاد باب من أبواب الله فتحه لخاصة أوليائه فبهذا الجهاد ممكن للإنسان أن يقتل ممكن أن يجرح أن يقطع منه عذون وأي مصيبة ألمت بآل رسول الله وبأهل البيت بعد مصرع المولى أبي عبد الله الحسين أن الحوراء زينب والخفيرات من آل الرسول يحملن سبايا على الأكوار الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها لا يختلف الأمر لديها حينما تصلي في مخدعها لأن ذلك تكليف من الله سبحانه وتعالى أو أنها تصلي سبية على ظهر ناقتها لا يختلف الأمر عند الحوراء زينب أداء لتكليف الله بين أن تصوم يوما احتسابا وقربة لله سبحانه وتعالى وبين أن تموت من الضمأ ظلما وعدوانا ما دام ذلك أداءا للتكليف الإلهي والابتلاء والامتحان الذي لا بد أن يمر عليها لا يختلف الأمر عند الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها بين أن تعيش عزيزة وكريمة ومصانة في بيت أبيها أمير المؤمنين أو أنها تحمل سبية ويطاف بها في المجالس والدواوين من مجلس إلى مجلس ومن ظالم إلى آخر ما دام ذلك الأمر في سلامة من دينها وما دام ذلك احتسابا وقربة وأداءا للتكليف الذي ألقي عليها وأنيط بها صلوات الله وسلامه عليها أنا أعتقد أن الحوراء زينب من أهم الشخصيات التي أظهرت ضرورة الاهتمام بالتكليف الإلهي مهما كلف الأمر لو جئنا أن نتصور الحوراء زينب وهي تصلي صلاة النافلة جالسة ليلة الحادي عشر من المحرم والله أعتقد أن الخيال يصعب عليه أن يتصور الحال بين من ومن يحيط بها ومن هم المتواجدون في تلك الأرض صلت وزين العابدين مسجع على التراب صلت مولاتنا الحوراء زينب بين نسوة يتصارخن وبين أطفال يتباكون يتام صلت بين أشلاء متناثرة من أهلها وإخوتها وأبنائها وأبناء أمومتها وأصحابهم كالنجوم المنيرة صلت ويحيط بها الأعداء من كل حدب وصوب ولكنها أخلصت لله سبحانه وتعالى وتوجهت لأداء تكليفها وهذا حقيقة شبيه بموقف أبيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما وقف بين الصفين ليلة الهرير يصلي ولما سئل عن ذلك قال وهل قاتلناهم إلا على الصلاة أو موقف أخيها أبي عبد الله الحسين يوم عاشورة ولم يسمح له بالصلاة فصلى بين مشتجر الرماح ومختلف السهام وبين السيوف المصلة والحجارة التي كان يرمى بها فصلى بحال لا يوصف ولكنه أدى تكليف الله سبحانه وتعالى فالحوراء زينب أدت ما عليها واستجابت برغبتها وإرادتها ورضائها وتسليمها بقضاء الله وقدره مهما كان التكليف فالتكليف عند الحوراء زينب كالتكليف عند أمير المؤمنين وعند أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم لا يختلف عندها الحال بين السلم والحرب وبين اليسر والعسر فالأمر لديها واحد لأنها بلغت إلى ذروة المجد والمعرفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة